السلام عليكم الناس الخير اخوتي اخوتي انتم على قناة جليل شنال الحياة بفرنسا تحية لكم اينما كنتم الفيديو دي اليوم بتاريخ 30 يناير 2022 الفيديو دي اليوم ستضمن اخبار ستضمن كذلك اجوبة على الاسئلة ديلكم اللي اطرحتوها عليا شفت ان الكثير منكم يسألني بالنسبة الخصوص الصفر بالنسبة انا دس في الكوفيد انا عندي جرعة انا عندي جرعتين انا غد نحاول انني انجاوبكم على هذه الاسئلة كذلك في هذا الفيديو غد نطرق بالنسبة لانه فرحة المغاربة بفتح الحدود المغربية وكذلك ربما الانتظار والاستياء من الشروط وكذلك بالنسبة لتمان التذاكر في هذا الفيديو كذلك غد نجاوب على سؤال وفي نفس الوقت هكذا تخدم معلومات بالنسبة للناس اللي هنا مهاجرين في حالة كان هناك انفصال بين الزوجين كان هدر يعني انفصال وليس طلاق في حالة كان هناك انفصال اشنو هي الامور القانونية اللي خاص انكو تديروها كذلك في هذا الفيديو غد نشوفو بالنسبة للخبر واللي قلتولي هدرنا عليه ديال الاهاش يعني الوكاسيون ادولت انديكابي تابعوا معنا التفاصيل في الفيديو لانهم فعلا كهموكم هنا كمهاجرين شكرا لقاعد الناس اللي كتشجعنا وكتكتبنا كلام طيب شكرا كذلك الخوتي الخوتيتي اللي دائما كتقولون رحنا قبل ما كان نبدأ الفيديو كنديرو ليك لايك يعني لايك كتشجعونا به وفي نفس الوقت ان هولا فيديو يقدر انه يتشاف نبدأ معكم بالنسبة لفرحات المغاربة بفتح الحدود المغربية ولكن تخوف او الاستياء من الشروط اللي تكون صعبة وكذلك بنسبة لتمان التذاكر اولا غد نبدأ لكم بالنسبة لتمان التذاكر واللي انا شخصيا شفت هاد نهار بنسبة لتمان التذاكر طرت يعني شركة مع شركة مع الغام يعني الخطوط المالاكيه المغربية شفت تمان ديلها وكذلك شفت مع خطوط وخرة تلاقيت انه التمن يعني ماش غالي تمان مناسب انا شفت تمان مناسب تمان مثلا كيتراوح ما بين مئتين او رو وشي حاجة مثلا مئتين وتسعين امتين وتمانين حتى تلتميات تلتميات تلتمية وتسعين تلتمية وتمانين يعني تمان اللي هو في المتناول بالنسبة للشخص اللي كيكون سيكون هنا في أوروبا ولكن اللي بي يعني للشخصي الواحد كذلك تختلف الأتمنة ديال التذاكر على حسب لبيريود أنا لبيريود اللي يعني درت هات الصابح هذا باش أنا نشوف تمان التذاكر درتها في لبيريود ديال العطلة المدرسية ديال لازون سي دبا غدي يمشي لكم بالنسبة للشروط بالنسبة للشروط والتي أدرجتها البارحة في البداية قلت لكم على أنه هات الشروط هذي وضعت من طرف الجريدة انتاء هسبريس واللي هي معروفة أنها ربما نقولوا إحنا صربت بعض يعني الشروط لأنها الحكومة المغربية بغيت ديرها يعني هذي شروط كمرحلة أول يقلتها الجريدة لكن قلت لكم في الفيديو على أننا ننتظر من وزارة الخارجية أنها تعطي لنا التفاصيل وأنها تأكد لنا هات الشروط وبطبيعة لهذا الشيء سيكون في هذا الأسبوع هذا وسيكون لنا عودة مع هات الشروط لحيث هات الشروط اللي اعطتها الجريدة واللي هي كانت ربما كتسريب أولي على أنه اللي بغي يسافر بطبيعة الحارة خاص يكون دير تلقيه بطبيعة الحال هذا هو هذي يعني شروط هذا انت على بعض يعني أولية لكن مع مروا الوقت وفاشي بدي نخافض هذا الواباء بطبيعة الحال رغادي يتم تخفيف وتغيير الشروط بالنسبة للناس اللي شفتهم تخوفها بزاف يعني بالنسبة للكومنتر اللي كتنزلهم لي ضبا الفرح هذه الفتح الحدود سهلت وفوجت وفرجت على قلوب كثير من الناس اللي أنا شخصيا كنعرفهم كيني الناس اللي توفوا لهم الوالدين يا لهم هذي من أسبوعين وجاتهم هذي الفرصة هذي رغم يستنوا أنهم بالنسبة للتنين جاية سبعة فبراير وخهية قريبة لنا ولكن هما بالنسبة لهم رأى واحد رأى الأسبوع يعني جاهم طويل بزاف وكين كثير منهم اللي سيغتوا عن الوالدين اللي عندهم الوالدين المراد اللي عندهم يعني سيغتوا عن الوالدين هو اللي يعني يكون هذا التعب النفسي أننا بغيين أن نمشي حاجة أخرى هنا يلي غادي يتم الأسئلة اللي يتم الإجابة على الأسئلة دي لكم بخصوص عندي جرعة في الكوفيد وهذا يدخل في نطاق الشروط أخوتي 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 شفت الأسئلة دي لكم كثيرة غير فقط حولها كيفاش أنني ندخل للمغرب أخوتي 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 أنتم محانياً فينا عايشين عايشين في فرنسا ما ركوش عايشين في المغرب يعني المغرب غادي تمشي وتزوروه وترجعو خاص دائماً تكونوا عارفين جوجد الحوايج عارفين القانون ديال البلاد اللي ركو فيها قبل ما تخرجوا منها عادوا تشوفوا الشروط ديال البلاد اللي هادي تمشيوا لها حيث هاديك البلاد اللي هادي تمشيوا لها فاش تبغيوا ترجعو هنا تكونوا أصلاً استوفيت الشروط اللي قبل ما تخرج منها اللي كتقولوا لي عندي جوجد الجرعات وذا بحالياً باش غادي ندير جرعات ثالثة ما نقدرش نديرها حيث أنا فيي الكوفيد وزير الأول نتاع الحكومة الفرنسية جون كاستاكس نهار آخر تصريح دار قال على أنه بالنسبة للأشخاص اللي واخدين يعني مهم الجرعات واللي مثلاً أنه جاتك الكوفيد الكوفيد كيتسمى بحل جرعة ولكن يعني مشي الجرعة كيتسمى بحل اللي رأى عندك المناعة بطبيعة الحال كيكون عندك ما يوثبت لك واخد جرعتين وكيكون عندك ما يوثبت أنه راح فيك الكوفيد وما زال ما استوفتش المدة يعني رأى كبريت منه ولكن ما زال ما تكمل لك المدة دياله هاتك حتى هي سيتون جيستفيكاتف هي حاجة ما يوثبت يعني فقط هنا تقدر أنك الديبلاسة هنا في فرنسا تقدر الديبلاسة بحيث لا تدل الوتائق غادي تقولوا لي يا واش بهذا الشي نقدر أنني نخرج خارج المغرب حيث الضباني كان جاوب على الأسئلة قلت لي عندي جرعتين وجاني الكوفيد وأنا بغيت نمشي للمغرب ولكن واش نقدر نمشي للمغرب دابا كنستنو التفاصيل هاد الأسبوع هادا الشروط اللي اعطتها لكم البارح هي الشروط راها غادي تنزلها يعني الحكومة المغربية ولكن باش يعطونا التفاصيل لأنه نقصة تفاصيل بحيث الناس هنا يا فرنسا كين لي واخد جرعة وكين لي أنه يعني تقاس بالكوفيد كين من البيل الأسئلة ديالكم اللي قلتوا لي على أنه أنا في الكوفيد حاليا ولكن راني بغي ندير الجرعة فقط لاش نقدر نديرها كيف قلت لكم آخر مرة باش ما ننساش نعود لكم التصريح اللي كان أنه هنالك قانون جديد في هاد المسألة يبتداء من 15 فبراير كين جوجد الحوارج خلسكم تعارفوهم اللي بغي أنه يدير الجرعة لأول مرة غادي يديرها هاد الشي تم التصريح به نعود لكم من بعد 15 فبراير يعني من ابتداء من 15 شهر زوج اللي بغي يدير الجرعة الأولى غادي يديرها ولكن ما غاديش يستنى واحد المودة بش يدير الجرعة الثانية كما كان من قبل لا أنه غادي تقون جا باش أنه يدير الجرعة الثانية غير من بعد شهر الحاجة الأخرى أنه فاش كنا نقوله إذا كان في الكوفيد أو أنه إذا أنني خديت واحد الجرعة يعني خديت الجرعة الأولى وخديت الجرعة الثانية حاليا حاليا كي يقول لك على أنه إذا كانت عندك الجرعة الأولى مثلاً والجرعة الثانية وبغيت تدير الجرعة الثالثة من بعد 15 فبراير غادي تبقى تستنى فقط أربعة أشهر على آخر جرعة ركدرتها باش أنك تكملت تتم مدير الجرعة صي؟ أنا عارفة أنه عندكم تساؤلات كثيرة بالنسبة مثلاً واحد يقول لك أنا عندي أول جرعة وراني بغي نسافر للمغرب كي هادي ندير بتنقول لكم هاد الجواب كي يكون عند الحكومة المغربية أنا كان جي نقول لكم الشروط اللي قالوها وكان شرح الشروط اللي قالوها على حسب ما يكون عندي لكن حاليا الحكومة المغربية كي ينفقد تسريبات واللي صلبتها الجريدة اللي قلت لكم ولكن ما زال ما نزلوش في الصفحة الرسمية ديالهم انتع وزارة الخارجية باش يقولونينا التفاصيل كاملة فهاد الأسبوع غديباً داباً غديمشي لكم بالنسبة للمسألة ديال انه في حالة ما كان هناك انفصال بين الأزواج وهذا الشيء قلت لكم واحد السائلة سولتني قلت لي على انه بالنسبة لها الزوج ديالها مشى للمغرب وتزوج تما وهي بقت هنا يمع الوليدات وقلت لي لا كاف كيددخلوا يعني الفلوس في الكونت ديال الزوج واللي هو كيستعملهم في المغرب وهي بما انها ما تعرف بتالتشي حاجة يعني باقية مع فهمة أولو هنا غدي نهضر لكم بالنسبة للقوانين الفرنسية هاد القوانين اللي كنقولها تخص المرأة والرجل انا ما كانت كلمش على المرأة يعني وكنقول لا كتخص المرأة والرجل في حالة كان هناك انفصال بين الزوجين بمعنى انفصال يعني اما احد الازواج كيخرج كيقلب في سكن يعني خرج على الدار يعني اما كيكون انفصال داخل الدار يعني كل واحد فيهم قابض غرفة اه هادي كاينة فاش كيكون الواحد خرج خارج الدار فلا سيپاراسيون هنا القانون كي فاش كيكون كيكون على اول حاجة كي تديروها انكو تدخلو اللاكاف الكونت ديالكم ديال لاكاف فاش تدخلو الكونت ديالكم ديال لاكاف غادي تمشيو البروفيل فين كتوبة من بروفيل وغادي تمشي وتشوفو فين كاينة الدكلاغاسيون شانجمان ديال سيتياشون يعني تغيير الحالة العائلية وغادي تديرو سيپاراسيون هادي اول حاجة هادي تديروها كاين بطبيعة الحال اللي كيبغي يمشي انه كيدير واحد البالاغ في البوليس باش يكون انهم بالرأس الدم دياله حيث هذاك الشخص اللي خرج من الدار ربما تقدر تصر عليه شي حاجة وكي تكون تبرأس الدم ديالك على انه فقط وهذاك الدكلاغاسيون ما عند هاته شي حاجة نقول له ما غاديش تدرر شي واحد فيكم فقط انه باش تبرأ الدم ديالك انه هذاك الشخص خرج رغم عود شرجع هذا الجوج الحواج قانونيا ينطبقون سواء على الرجل ولا سواء على المرأة فاش كتديرو هاداك التبديل ديال الدكلاغاسيون لكا في طبيعة الحال غادي يكون عندها خبر بللي انه ما بقيتوش بجوج بكم عايشين في الدار هاتشي فاش كي يخرج غادي ينبيض نهدر على باش تكونوا بجوج عايشين في الدار لا كافكا تعرف على انه الزوجين ما بقيينش عايشين يعني راهما سيباري ماشي ديفورسي سيباري ومن ثم ما غادي تبدي تحسب كل واحد كيتسمارها عنده نقوله القوانين دياله طبيعة الحال غادي تشوف على حسب الوليدات مع من اراهم بالنسبة انه فاشيكون لسيباراسيون ولكن كيكونوا الاشخاص في الدار يعني عايشين في الدار هاد الامر هاد يتطلب منكم ما يتبت بمعنى يبين ما انه عايشين في الدار ولكن كل واحد فيكم عايش في غرفة وهاتشي يستدعي انه لا كاف تقدر انهم يجيوا ناس اللي يدخلوا الدار باش انهم يشوفوا واش فعلا كل واحد فيكم يعني كاين انسيباراسي هاتشي اراني كيقولكم بالنسبة القانون الفرنسي وهاتشي بالنسبة السائلة اللي قاتلية على انه زوجة هاتش تزوج وهي يعني مداطم عارفة ما هاد يتدير كايين شانجمان دة سيتياشون ليس د Blind Life بالنسبة الناس اللي مانهو مش Le Mode Pass مع عارفين ما يدخلوا ما يعفوش استعملوا ما يعفوش يديروا التشيحات بطبيعة الحال الدبلاثا اللاكاف الدبلاثا اللاكاف باش ماتوقعوش يعني في مأزق الآن سوف نمشي لكم بالنسبة للAAH بالنسبة للAAH بطبيعة الحال واللي كان واحد التغيير واللي قالوا على انه يبدأ من يناير 2022 هاد الالوكاسيون والمساعدة اللي كتعطيها لكا في طبيعة الحال كان نضع لها واحد منقولوا احنا واحد صداع بحيث انه فاش يكونوا الازواج مزوجين وكيكون واحد كايخدام الاخر اما كينقصوا له من المساعدة ديالAAH او انه كيحيدوها له على حسب الدخل ديال البيت فهذا يعني حنقولوا هاد القانون هذا اللي بغينا انهم يعني يديروه ويطبقوه قالوا على انه بغيين باش تكون واحد المساعدة ولا واحد المساندة اللي يستفد منها 140 ألف واحد اللي هنا في فرنسا عنده لهAAH وهاد ال140 ألف اللي عندهم لهAAH غادي ياخدوا منهم 27 ألف واحد اللي هما انكوبل يعني ماشي الكامل غادي يستفد من هاد الAAH ولكن غادي ياخدوا هاد الحالات على حسب الكريتر على حسب حنقولوا المواصفات المواصفات متعدة الدوسية اللي راه اللي راه فلا كاف ولا اللي راه فالاورغانيزم ديال متعالي ضغوات اوطنومي بورل 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 بوري رادي يشوفوا شكل هوا مد واصل فيهم الكريتر باش انهم يستفدوا بالنسبة نعطيكم مثلا بالنسبة واحد جوجد الأشخاص عندهم يعني كوبل واحد خدام فيهم وواحد ما خدامش فيهم لأنه مريض عنده لآآش هذا اللي خدامنا عنده واحد صالغ وهذا اللي عنده لآآش رهالك فكتعطاه يعني ديك المساعدة هنا مثلا هذا اللي عنده لآآش أنهم نقصوا له ولا حيدوا لآآش حيث علاش حسب الدخل اديال الزوج اديالك دابا حاليا إذا كان الزوج كيخلص لسمك راح غادي تبقى فكس هديك لآآش المساعدة دياللآآش غادي تبقى فكس إذا كان الزوج كيتوشي لسمك بالنسبة لهذا الأمر هذا بطبيعة الحال غادي تعرفوه من خلال المدخل اللي غادي يدخل لكم ومن خلال كذلك إذا كانت إذا كان لصالغ ديال الزوج ديالكم ولا الزوجة ديالكم على حسب شكل مريض وشكل كيخدم وش لصالغ ثابت ولا لصالغ متغير هاد شي هذا غادي تشوف كذلك من خلال يعني الفلوس اللي غادي يدخل لكم من طرف لاكاف حاجة أخرى كنت بغيت أنني نتكلم لكم عليها ونسيتها ما قلتهاش في المحاور الأولية وهي الناس اللي كتقول لي على أنه ما توصلتش بالمساعدة ديال 100 أورو المساعدة ديال 100 أورو واللي تكلمنا عليها واللي قلنا لذات اللي أنهم يدفرسوا فيها فعلا ديال 7 من اللاكاف في 20 وفي 20 يعني جنفير وفعلا ديال 7 من البولون بلوا في 25 لكن كان الناس اللي ما زال ما توصلوش منها غادي نعطيكم فقط واحد المثال أنا من المستفيدين من هاد المساعدة رغم أنني كان خدم ولكن الصالغ ديالي طبيعة الحال ما كيوصلش للصالغ اللي أنه قالت الحكومة الفرنسية نحن نغمال ما اللي خدامة كان أنه غادي هاد المساعدة تدخل لي يعني بحنقولو من هاداش حال ولكن فاش أنني سولت عند المشغل ديالي لقيتها أنهم حتى الشهر الجاي قاعد باش غادي يفير سوها يعني تعطال كبير يعني لم كما نقولو حنا يا لم يتم الالتزام بهذاك بحنقولو بهذاك تحديد لحددات الحكومة على أنه كل واحد هفتاش غادي يأخذها كان حاجة أخرى لأنه ربما كانت خلت منكم اللي ما توصلوش منها قال لك فيريفية ولوغي بديلكم بللي أنه اكتواليزي يعني المعلومات اللي ركو حطينها شوفوا واش رها هي نفس المعلومات بالنسبة لقيته لقيته بالنسبة كذلك احتى الناس اللي خدامين عند دراسهم ومدكلاريين فلغ ساف شوفوا واش عندكم المعلومات البنكية هي نفسها وأنه يعني ما كانش شي تغيير هذا الشي اللي كان في الفيديو ديال اليوم كلمت لكم على الواء ااش تكلمت لكم بالنسبة للمغرب وشرحت لكم على أنه ننتظر الشروط بتفصيل باش نعارفوا الحالات مختلف الحالات وتكلمت لكم في حالة كان هناك انفصال بين الأزواج لابد من الأمور القانونية تندر وكذلك تكلمت لكم على تأخر المساعدة ديال 100 اورو نشوفكم إن شاء الله على خير فيديو قادم مع مواضع وأخبار شكرا لكم على المتابعة ديالكم في آمان الله بسلامة